طريق التويجري اليوم مهندس المباراة فعلا كانت صعبة يعني في نقطة كذا التغيير على مستوى التكتيك كان اجباري بالنسبة لمنشيني بناء على ظروف المباراة التغيير اللي حدث أظهر منتخابنا بشكل مختلف ما في شكل ما في شكل طبعا أكيد وأنا شوف بك يعني ابتسامة كذا جميلة شاء الله هو يقلن ضد منشيني لا بالعكس أنا غير صحيح غير صحيح هو شي طبعا نبارك لمنتخبنا الوطني حقيقة هذا الانتصار واللي أعاد يعني حقيقة النشوة والثقة في قلوبنا كلنا جميعا وطبعا المنتخب السعودي احنا بالنسبة لنا كشعب حقيقة يعني يتنفس كرة القدم ويعرف قيمة المنتخب السعودي ويعرف ماذا يقول الآخرون حقيقة عن المنتخب السعودي وبالتالي يشعر بثقل كبير جدا في متابعة للمنتخب خوفا وخشية أنه ما يقدم مستويات أو يعني يخفق في النتائج اليوم الظروف ما في شك أنها كانت صعبة ويمكن الطرد المبكر لمحمد كنو بلا شك صعب الأمور بشكل كبير وبالتالي يعني أنا ما ألوم أي أحد مبدأ بمنشيني حقيقة فيما حدث في المباراة أكيد المدربين يتصرفون عندما ينقصون اللاعب لكن تلعب أمام منتخب الصين حتى لو كان منتخب الصين مش يعني المنتخب القوي في سابق زمانة ولكن تتكلم عن أرضية صعبة تتكلم عن أجواء صعبة ماطلة قوية جدا وتتكلم عن جمهور يعني برضو حضور كثيف جدا وأصوات كبيرة وتتكلم عن لاعبين ما عندهم الخبرة يعني والتمرس يعني إحنا ترى الجيل هذا يمكن ما تعود وتمرس حقيقة بأنه مبنى من فترة طويلة وهذا يمكن هو ما يلام فيها بقدر ما يلام فيها البرنامج برنامج عداد المنتخبات اللي ما شفنا أجيال يعني تعودناها من نيام في ثمانيناتنا تمشي بفترات طويلة التغيير فيها يحدث بشكل بسيط هذا المنهج افتقدناه حقيقة في آخر خمس ست سنوات التشكيلات تبدأ يعني ما تعرف منه العصب الرئيسي في المنتخب إلا قليل يمكن سالم الدوسري فقط والبقية يتغيرون فأنا يعني أشكر اللاعبين على مجهودهم بشكل كبير يمكن اليوم الله وضع يعني التوفيق بيد لاعب حقيقة كان مظلوم إعلاميا وهو ما زال مظلوم إعلاميا وأكيد أنه ما أعتقد أنه يعني هو رد أنفاسه بهذا الانتصار حسن كادش سجل بصمة تاريخية لا شك أنها ذات مقدار كبير وتمنى إن شاء الله تكسب الثقة ويعود مجدداً حسن كادش أو يرجع ويثبت أنه قيمة عالية في الكرة السعودية اللي أقوله وأنا ممكن أن تنتظر من كثيراً إجابتي عن من شيني من شيني طبعاً نشوف إحنا اليوم ما في شك أتغذر إجابة لكل لأنه البعض على مستوى المتابعين والجماهير كان يتكلم على أنه الإعلاميين في طرحهم تغلب عليهم مسألة النتيجة لبعض يرى من شيني بصفة أو بنقد عالي وبعد أن تتغير النتيجة هيتغيرون في تعاطيهم من شيني وهذا صحيح أنا أقول شوف بعض الطرحات أو أكثر الطرحات تأتي مع النتيجة إحنا اليوم وبرضه بنفس الوقت لازم نأخذ عامل المعترك ليعيش في منتخب السعودي بمعنى ما نقصه لأننا قسينا ترى ماشينا ما راح يسمع واللي يسمعون اللاعبين هذا ما في شك هذا كله اعتبارات معينة ولكن اليوم إحنا كدور كنقاد ونعتقد أني أحاول أنا أبتعد حقيقة عن عاطفتي بشكل أو بآخر وإحنا يعني ابن أو إحنا بالأخير بشر يعني تخزونا حقيقة العاطفة بشكل أو بآخر ممكن تأثير على رأينا اليوم المشيني يحتاج إلى عدة مباريات حتى يقلب الطاولة علينا إحنا كنقاد بكل صراحة ربما النتائج تساعد أحيانا مثلا ملحقق فوز مرة ثانية ثلاثة ممكن تساعد لكن إحنا اليوم نشعر بقيمة منتخب السعودي نشعر بقيمة استقرار تشكيلي في المنتخب السعودي صحيح بمعنى نشعر بأنك أنت تلعب بطريقة يفهمها اللاعبين وليس طريقتك التي تحتاج إلى لعبين معينين أنت تنسجم مع اللاعبين وليس اللاعبين يسجم معك بشكل كبير في طريقتك المدرب المتمرس والذكي جدا الذي هو يشوف اللاعبين ويلعب وفق الإلكان يخرج أقوى ما فيه حقيقة وهذا مطلوب على فكرة يمكن أن أقول شيء غريب ترى في مدربين وكبار جدا يعني هذا الحين مثلا ترى لفكرة سمعة من شيء تلطخت من يوم جاء المنتخب السعودي من كل يمين ويوم شمال وليكن ترى في المدربين ما يلعبون اللي لازم بعناصر يعني أفضل عناصر تعطيه عناصر غير أقل من كذلك يخبص يخبص يعتمد على الأسماء يعتمد على الأسماء بشكل كبير وهو ممكن ترى في كرة مدربين هو مدرب كبير بلا شك وعنده اسم كبير لكنه يحتاج أسماء جاهزة وأسماء قوية وعندها العناصر الفنية اللي تنسجل مع طريقة وهو يتلقى يطبق طريقة تبدو صرف النظر على الإمكانيات وهذه إشكالية كبيرة وفيه مدربين كثر بهذه الطريقة فيه مدربين ترى في كرة مدربين مدرب كان يتعامل يعني نتذكر تشكيلتها ل2007 كهة يعني ما هي ذاك الشيء فيها يعني ما هي مكتملة الحقيقة بكل عناصرها كان فيها جوانب نقاط ضعف أو بكيتة مثلا يعني نتذكر هذا العنصر يعني فيه مدربين فعلا يتعاملون أنا أتكلم عن أشخاص أنا تعاملت معهم شخصيا فيه مدربين يتعاملون مع الأسماء أيما كانت مستوياتها وبالتالي يبنون خطة تنسجم مع هذه الأسماء فيه مدربين لا عندهم طريقة واحدة يطبقونها أنت اسمك عندك قدرة أو لا عندك قدرة يتعامل معها وهذا منشيني حقيقة من هذا النوعية في لا شك وقطع